موسيقى موسيقى غالبا شيء يحدث في لحظة التكلم وبرضه في استخدامات أخرى حكينا عنها حكينا أيضا عن الـ Present Perfect والـ Present Perfect Continuous مضارع التام مضارع التام مستمر واليوم راح نبلش بالماضي خلصنا الـ Present ورح نبلش بإذن الله بالماضي أول إشي راح نحكي فيه طبعا هدولة غالبا بينشرحوا مع بعض بنسميهم narrative tenses الأزمنة الروائية ليه سميناهم الروائية؟ غالبا لما تحكي قصة صارت معك إيش بتستخدم صارت معك الماضي صح؟ فبنشرح الـ Past Simple والـ Past Continuous والـ Past Perfect مع بعض اللي هما الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام راح نشرحهم إن شاء الله راح نشرحهم إن شاء الله مع بعض ليش قلنا؟ لأنهم الثلاثة بيحكوا عن إيش أشياء صارت في الماضي راح نشوف كيف ونبدأ فيهم واحدة وواحدة أول إشي راح نحكي عن الـ Present Simple عفوا الـ Past Simple بعدين الـ Past Simple ألا وهو الماضي البسيط طيب الماضي البسيط صيغته أو شكله هو عبارة عن Verb 2 التصريف الثاني للفعل التصريف الثاني للفعل التصريف الثاني للفعل تفقنا إنه مهم جدا نحفظ التصريف وحكينا إنه لازم نحفظ عندنا تصريف الأول والثاني والثالث بالأزمنة أو بالأفعال عفوا غير منتظمة irregular verbs وبعدين إن شاء الله إيش أي فعل ثاني بيجينا برا هاي القواعم بيكون إيش منتظم فبالتصريف الثاني والثالث بيكون إيش إي دي طيب أول إشي صيغته قلنا تصريف ثاني فمثلا عندي الفعل run هذا إيش verb 1 طيب شو التصريف الثاني منه شو الverb 2 منه اللي هو إيش ran طيب فإذا إيش لازم أكون عارف التصريف وحافظها لأنه أنا بدي بالpast simple التصريف الثاني طبعا غير أو أي إشي فعل خارج الأفعال غير المنتظمة بيكون عندنا التصريف الثاني منه إي دي فمثلا الفعل play هل هو موجود بالقائمة تبعت الأفعال غير منتظمة لا يبقى لما أصرف تصريف ثاني بضيف إيش إي دي تمام الآن نيجي على الاستخدام الأول للتعبير عن فعل وقع في نقطة زمنية معينة في الزمن الماضي فعل وقع في نقطة زمنية محددة في الزمن الماضي يعني بذكر النقطة الزمنية شوف كيف I wrote wrote هي verb 2 من الفعل write يكتب I wrote a letter yesterday متى كتبت الرسالة أنا؟ مبارح إذا نقطة زمنية معينة في الزمن الماضي أنا كتبت الرسالة متى؟ مبارح تمام نيجي نحكي هسا عن الكي ورد الكلمات الدالة كلمات الدالة أول كلمة ago أغو شو معناها؟ قبل أغو شو معناها؟ قبل بتيجي مع زمن كيف يعني؟ أو مع عدد أيام عدد أشهر أو كذا مثلا باجي بقول لك والله I saw أحمد three days ago رأيت أحمد قبل ثلاثة أيام إذن إيش؟ أغو معناها قبل بيجي معها إيش؟ وقت فقبل إيش؟ ثلاثة أيام أول شي بذكر الزمن بعدين بذكر إيش أغو three days ago I did it two weeks ago فعلتها قبل أسبوعين وهكذا إذن أول كي ورد عنا اللي هي إيش؟ أغو ثاني كي ورد يعني أنا طبعا لما أجي أحكي كي ورد دلائل هي كلمات بالجملة الأصل إني أنا أفهم معنى الجملة وأعرف إنها بتحكي عن ماضي لكن في كي ورد أو دلائل كلمات بيدلنا إنه هذا زمن إيش؟ past simple ماضي بصير in زائد زمن في الماضي شو يعني؟ in plus time in the past زمن في الماضي لما أجي أقول in زائد زمن في الماضي يعني مثلا 2019 بالنسبة إن لزمن في الماضي صح ولا لا؟ in 2019 مثلا خلنا نحكي يعني 1999 إرجع بالزمن القرن الثامن عشر in the 19th أو 18th century في القرن التاسع عشر وهكذا إن زائد زمن في الماضي طيب فمثلا هون مثال شايف in 2011 طيب yesterday واضحة ما بدها حكي معناها مبارح ماشي أمس فبالتالي إيش؟ واضحة نقطة معينة في الزمن الماضي طيب last night هلا هي last night كمثال لكن هي فعليا last زائد زمن last معناها الفائت الماضي أوكي فلما أجي أقول last night الليل الماضية خلص حدد نقطة معينة في الزمن الماضي إذن هي ايش؟ كيوورد دليل حكى مثلا last week سبوع الماضي last month last year last century القرن الماضي وهكذا last زائد زمن في الماضي تدل على ايش؟ past simple ماضي بسيط طيب هاي أربع كيوورد رئيسيات لأول استخدام اتفقنا أول استخدام حدث أو فعل حدث في نقطة معينة حدث وانتهى في نقطة معينة في الزمن الماضي دير بالك على حدث وانتهى عشان ما نشبك بينها وبين اشي حدث أو بدأ في الماضي بس لسه ما انتهى لغاية وقتنا الحالي نرجع على وين؟ على present perfect المضارع التام صح ولا لا؟ اه او ايش المضارع التام المستمر تمام ليه؟ لانه اثنين ممكن ايش اني استعمل في بعض الحالات شرحناها بالفيديو السابق استعمل هذا بدل هذا خاصة مع since or for في مع بعض الأفعال بتذكروها طيب فهسا نرجع لموضوعنا اللي هو past simple بالنسبة لل past simple شو حكينا؟ عندي انا نقطة معينة في الزمن الماضي بستخدم ايش؟ past simple حكينا الكيوورد الموجودات يستديا ago in زائد زمن في الماضي و lost زائد زمن تمام؟ طيب استخدام الثاني بيقولك للتعبير عن اعمال روتينية و عادات ماذا يعني اعمال روتينية و عادات؟ يعني اشياء بتسويها انت بشكل روتيني اشياء بتعملها كعادة يعني متكررة 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 حكينا عنه هذا الحكي وين؟ في المضارع البسيط صح ولا لا؟ احداث متكررة بس وين؟ في الزمن الحاضر الان يعني افرض افرض الان انت اشياء بتعملها بشكل متكرر في الزمن الحاضر مثلا انك انت بتشرب قهوة كل يوم الصباح ايجا دكتور قالك هاي العادة سيء ابطلها بعد سنتين زمن من الان العادة هاي اللي هي الان موجودة هسا شو رح تصير؟ رح تصير عادة في الماضي صح ولا لا؟ عمل روتيني او حدث متكرر لكن وين؟ في الماضي فبالتالي بيقول لك ايش؟ اذا انا كان عندي عادة في الماضي اه امور متكررة كانت تحدث في الماضي بس تخدم معها past simple ماضي بسيط ورح تتفاجعوا هسا من الكي ورد الموجودات شوفوا الكي ورد دلائل always usually often everyday every night sometimes طب يا أستاذ هذول كلهم كي ورد موجودات بالpresent simple بالمضارع البسيط انت هيك لاخبطني لا يا أستاذ ما في داعتي تلاخبط ليش؟ لانه انا ما اجي اقول لك عادة الان بتحدث ما بيكون في بالجملة اي كلمة بالدل على الماضي I drink coffee every morning I drink coffee every morning انا باشرب قهوة كل يوم الصبح في اي كلمة بالجملة بتدل على الماضي؟ لا يبقى انت بتحكى عن ايش؟ present simple حاضر لكن شوف لي الجملة هاي اه هاي when I was young I slept early every night هاي every night هاي keyword هسا هاي يا أستاذ الكي ورد موجودة قلتين لي بالpresent simple اوكي طيب وهيك جبت لي اياها بالpresent simple مية بالمية انا معك تعني قرر الجملة مع بعض when I was young شو معنى when I was young؟ عندما كنت صغيرا عندما كنت صغيرا هاي was أصلا دليل على ايش؟ على الماضي يبقى هو بده يحكى عن عادة لما كان صغير اذا هاي اذا كانت جايي keyword على past simple على ماضي بسيط ما بتيجي لحالها بده يجي في الجملة كلمة او تعبير يدل على ايش الماضي فالامور ايش سهلة جدا هذول الkeywords اتفقنهم للpresent simple متى ممكن يكونوا للpast simple لما يكون عندي كلمة اخرى او تعبير اخر في الجملة يدل على شو؟ عالماضي خلصت ليش؟ منطقي الموضوع عادة انا موجودة عندي حاليا present simple اوكي بعملها everyday كل يوم طيب بعد سنتين انا كنت مبطل هاي العادة يبقى هاي صارت عادة وين في الماضي فبقول والله طب بالعربي انت ما بتحكي انا وانا صغير كنت دايما اسوي هيك صح ولا لا؟ اذا برضو موجودة انا في العربي اني دايما بستخدمها مع الماضي ودايما بستخدمها برضو مع ايش؟ مع الحاضر فودك تفكر وتقرى الجملة كاملة مش على طول اشوف always اقول هوب present simple لا لازم اتأكد من الجملة كاملة عشان اعرف الجملة عن ايش بتحكي present مضارع ولا past ماضي طيب بالنسبة للاستخدام الثاني خلصنا وهيك بنكون خلصنا استخدامين لل past simple وخلص هيك تمام خلينا نحكي شوي عن شوية ملاحظات عن past simple الماضي البسيط اول اشي الفعل الماضي البسيط قد يكون regular منتظم منتظم اللي هو بنتهي بED بالتصريف الثاني والثالث مثل cleaned او irregular اللي هو غير منتظم مثل wrote تمام محفوظة موجودة بالجدول الأفعال غير منتظمة بدك تحفظها المنتظم هو منتهى دائما بED بالتصريف الثاني والثالث طيب الأفعال غير المنتظمة تحفظ ايش؟ غيبا شي اكتفقنا من خلال قائمة الأفعال غير المنتظمة فاذا ورد فعل لم يرد فيه قائمة الأفعال غير المنتظمة على طول بنضيف لو ايدي انا فعل اول مرة بشوفه بالدنيا انا حفظت قائمة الأفعال غير المنتظمة خلاص بصي معارفهم كلهم جاني فعل اول مرة بشوفه على طول ضيف لو ايدي ليش؟ لانه خلاص القائمة هاي هي المطلوبة منك اي فعل خارجها بدو يجيك بالوزارة بدو يكون ايش فعل منتظم طيب إذا لم يكن منتهيا بايش باي طبعا بضيف له ايدي إذا لم يكن منتهيا باي إذا الفعل أصلا منتهي بلى بروح بضيف د بس يعني ما فيت؛ اريد أضيف ايدي ما في ايدي اصلا بآخرا أصلية بروح بضيف د بس يعني مثلا الفعل زي عاريب مثلا هاي عاريب صاح؟ عاريب منتظم هل أنا لگته بالقائمة الآن على غير المنتظمة لا إذن منتظم طيب باذا بي ينتهي بايي؟ هل أنا أروح أجيب ايدي أحط؟ لا بيقول لك لا يا عمي بس حبدي صارت ايش ماضي وصل تمام؟ طيب جميل بيقول لك تمام ماشي إذا كان الفعل المنتظم ينتهي بواي الواي هاي مسبوقة بحرف ايش؟ مسبوقة بحرف صحيح احنا بنعرف شو الحروف الصحيحة وشو الحروف الساكنة صح؟ الحروف العلة اللي هم ايش الاي والاي والااي والاو واليو خمسة صح ولا لا؟ اي حرف ثاني غير هم شو بسمي أنا كونسونت حرف ساكن حرف صحيح تمام؟ تمام انتهى الفعل بواي زي الفعل ستاري مثلا ستاري شو معناها يدرس؟ انتهى بدي اجيب لك الفعلين هاي بلاي تمام؟ وهاي ستاري الفعل ستاري بايش بينتهي بواي؟ والفعل بلاي بينتهي بواي؟ لكن واحد قبل الواي حرف علة هاي فاول تمام واحد قبل الواي كونسننت حرف ساكن حرف صحيح طيب بيقولك إذا كان قبل الواي حرف علة فاول خلاص عادي بضيف اي دي على طول ما في مشكلة إذا قبل الواي حرف ساكن بيقولك بتشطو بالواي وبتحط اي اي دي فشو بتصير بالآخر استرد تمام؟ قبل فبالنسبة للفعل إذا انتهى بواي وبدي أحولها تصريفه الثاني مسبوقة بحرف صحيح بحذف الواي بحط اي اي دي تمام طبعا كله هذا مكتوب وهي موجود ايش بالدوسية بوضح يعني بشكل كامل مثلا تراي هاي شايفين تراي مسبوك الواي بسبوق ايش بحرف ساكن لهو الار فبروح بقلب ال-Y إلى-I وبعدين بضيف-ED طيب أما إذا سبق ال-Y حرف علة زي هون فلا نقلب ال-Y إلى-I بل نضيف-ED على طول بدون أي تغيير play played الفعل المنتهي ب-CVC خليني أشطب عدول عشان إيش نحكي عال-CVC هسا CVC شو المقصود فيها ساكن ها يعني هاي فعل مثلا ماشي هاي ها أحرف فعل آخرو consonant vowel consonant consonant saken علة saken ها تنساهاش تنسوهاش saken علة saken شو يعني saken علة saken يعني آخر ثلاث أحرف بالفعل تمام عبارة عن حرف saken يعني مش حرف علة وحرف علة وبعدين إيش حرف saken الحرف الأخير بدي يكون حرف saken فمثلا مثال كلمة stop هاي ها شايفينها بإيش بتنتهي التي حرف علة ولا حرف saken حرف saken إذن هاي consonant طيب ال-P حرف علة ولا حرف saken علة هاي vowel طيب وال-P هاي ساكن طبق القاعدة ولا لا CVC CVC مصبوط بيقول لك قبل ما تضيف ال-ED شو بتعمل بتروح بتدبل الحرف الأخير بتضعفه تمام فشو بتعمل stop شو بتصير stopped دبلنا ال-B زي ما انتو شايفين ال-P دبلناها خليناها double-P طيب جميل جدا إذن هذا بالنسبة لل-A لا اللهم صلى سيدنا محمد لا الأفعال قلنا اللي بتنتهي ب-C V C شو بتسوي فيها لما أضيف ال-ED بدبل الحرف الأخير قبل ما أضيفها CVC شو يعني مرة ثانية Consonant vowel consonant ساكن حرف صحيح يعني مش علة بعدين حرف علة وبعدين الحرف الأخير أشبدي يكون صحيح قبل ما أضيف ال-ED بدبل الحرف الأخير الصحيح طيب كيفية نطق ال-ED هاي إلك كيف تنطق ال-ED تعلمها وتعلموها كثير حلوة كثير كويسة نقول لك إذا جاءت قبل ال-ED أحد الستة الآتية فإن حرف ال-D ينطق-T مثلا أحد الستة الآتية شايفينهم ال-S وال-K تمام وال-X وال-P تمام وال-CH وال-SH وال-SH أمثلي عليهم كلهم هاي أول واحدة CH بنتهي ضيفنا-SH SH عفوا ضيفنا-ED سايتها شو بقول ووشت ووشت لفظها شو بتصير ات ووشت ما بقول ووشد طيب شوف الثانية بنتهي ب-CH طيب بيجي بقول لك إيش ووش في ناس شو بتقول ووشت غلط أو بشدع حاله بيتعب حاله ووشت لا ووشت ووشت بتخليها إيش T طيب شو بلي بعدها بنتهي بإيش ب-B P إذا انتهي بحرف P برضو بتنلف الفظ ال-ED أو ال-D ت-ت ت وشو بقول helped helped طيب fix بنتهي بإيش ب-X تمام شو بخليها طبعا إيش لما أجي أحكي طلع X نفس الصوت لما أجي نهاية الصوت بدي أحذف ال-X هاي لأنه أنا بدي أقصد الصوت وبدي أحط بدالها إيش ال-F صوت ال-F صوت إيش ال-F شوف المثال هون هون إيش أنا هون حط ال-X كحرف وال-S كحرف لكن فعليا الصوت اللي بصدر عنهم واحد لما يتيجي من نهاية الجملة fix pass اثنين نفس الإشي نفس المخرج أنا قادم بني أحكي عن أصوات تمام هون بدي أحط F بدالها لما ينتهي الفعل بصوت ال-F مش شرط حرف ال-F صوت ال-F واسا بقولك كيف فسعيتها شو بألفو ضدها it شوف كيف هسا هون نسبة لها مثلا fixed 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 أوكي طيب أجي على مثلا إيش كلمة أو فعل في إيش في صوت ال-F صوت إيش ال-F فعل هذا كيف بنقرأ laugh اللي هي ضحك الجي أتش هون شو رافو بفضها F وهذا منتظم لما أجي أضيف ال-ED شو بدي أصير لفضها laughed laughed ما بقول laughed 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 المخرجين صعبات ما بيحكوا هي أو laughed لا laughed laughed هذا بالنسبة لنطق إيش الحرف اللهم صلى إسنا محمد أو خنا نحكي نطقة D لما تكون الفعل بنتهي بأحد ست أصوات الشرط حرف صوت صوت ال-F صوت ال-S صوت ال-K ال-K طبعا راح يكون صوتها K تمام ال-P ال-C ال-S وهاكذا تمام طيب جميل نيجي هسا على شوف مثلا برضو هون looked 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 past past ما بقول past صعبة جربوها أصلا راح تقولها صعبة أسهلني أقول past طيب بالنسبة لصياغة السؤال يصاغ السؤال باستخدام إيش did باستخدم did كفعل مساعد يساعدني بتذكروا بتأسيس قلنا إيش في أن أفعال مساعدة وفعال رئيسية من أدوار الأفعال الرئيسية مساعدتنا بتكوين السؤال هون did بتيجي عشان تساعدني نتكوّل سؤال في الماضي فباجي بقول مثلا did you go to school yesterday جبت الدد أنا هون طبعا هاي الفعل الرئيسي اللي هو يذهب صح تمام go بدوا يسألوا هل ذهبت إلى المدرسة البارحة ها شو بقول حطينا did عشان إيش نسأل طب دقيقة يا أستاذ ما أنت حكيت لنا إنه الفعل ها الفعل بال بالباضي بالماضي البسيط بالpast simple بيكون عبارة عن verb two كيف إيجي عندي هون verb one أقول لك ليش يا أستاذ وأقول لك ليش يمس حطيته أنا هون verb one لأنه إيجي عندي did did أصلا هي الverb two من إيش من do تمام إيجي عندي did أوكي فبالتالي خلص دلتني إنه أنا هاي جاي أساعده وإجيت أنا هيني تصريف ثاني أوكي خليه زي ما هو أوكي فبالتالي أنا عندي did هون الفعل بعديها لازم دائما وأبدا يكون إيش مجرد ما في أي إضافة base form تمام ما بضيف عليه أي إشي فبالتالي لما تشوف did أوكي خلص عرفت إنه الجملة هاي إيش past simple ماضي بسيط أوكي طيب الفعل بعد did دائما وأبدا شو بيجي مجرد سادة base form ما بضيف له أي إشي ولا بإيدي ولا بحاول له تصريف ثاني ولا إشي السبب إنه أنا already did دلتني إنه خلص الجملة ماضي هي أصلا تصريف ثاني دلتني إنه ماضي وبرضو كمان سبب إنه دائما أفعال do و does و did الفعل دائما وأبدا بيجي وراها إيش base form ما بيجي يعني سادة ولا إشي حكينا هذا الحكي بال present simple برضو طيب الآن مثال آخر why did you go شايف لماذا تمام ذهبت إلى عمال البارحة why did you go إذن عشان أكون سؤال شو لازم أجيب did لازم يجي عنا إيش did because I wanted to visit my grandparents طبعا هذا الجواب شوف لما جاوبت ما في عندي did هون wanted أخذت إيدي عادي verb two ما في أي مشكلة لكن بعد did الفعل لازم يكون إيش دائما مجرد طيب بالنسبة لصياغة النفي نستخدم didn't didn't شو أصلها نفكروا لوح طبيعي بدي أشطب أصبع يكون طيب نرجع ok did not شو أصلها didn't did not ok I did not do that لم أفعل ذلك أو I didn't do that لم أفعل ذلك طيب جا عندي verb one break ليش لأنه في عندي هون ايش did صح did إذن لما يكون في عندي did الفعل بدي يكون وراها ايش مجرد وبستخدم did في السؤال و did not بالنفي تم لما الفعل بعد هيا مكتوبة هون برضو الفعل بعد did و didn't يكون دائما ايش verb one طيب الآن الفعلان was و where هما فعلان ماضيان يعني الverb two من ايش من أفعال بي من أفعال شو بي إذن أفعال بي الماضية حفظها ببالك هما was و where احكي لك يا سيد العزيز ما منستخدم معهم ايش didn't ما في ايش معهم didn't إذا أنا بدي أسأل فيهم يعني عندي was where بالجملة كفعل رئيسي وبدي أسأل فيهم بقلبهم بس قبل الفعل مثلا he was a teacher هو كان أستاذ بدي أحولها للسؤال بتصير was he a teacher هل كان أستاذ طب بدي أنفيها بدي أقول هو لم يكن أستاذ بس ضيف لها نط صارت ايش he wasn't a teacher لم يكن أستاذا طيب خلينا نشوف كيف ويقول لك عند النفي ولا نستخدم دينة النفي حين استخدامها بل يكون السؤال بوضع ايش ال was أو ال where قبل الفعل والنفي بوضع not بعد كل منه إذا بدي أسأل سؤال بس بقلبهم Ali was a teacher بدي أسأل سؤال بقلبها هون شو صارت was Ali a teacher هل كان علي أستاذ طيب شوف you were a teacher أنت كنت أستاذ were you a teacher هل كنت أستاذ بس قلبت ال where هون صارت سؤال بالنسبة للنفي طال Ali wasn't a teacher في سؤال من في مثلا ممكن أقول ألم يكن علي أستاذ هون wasn't شو معناها ألم يكن wasn't Ali a teacher ألم يكن علي أستاذ طيب they weren't at home لم يكونوا في البيت weren't they at home ألم يكونوا بالبيت لما يبدأ السؤال بweren't أو wasn't home بمعنى ألم أوكي طيب فهون شو معناها ألم يكونوا بالبيت طيب جميل جدا الآن توزيع الفعلين was and where عشان تعرف بال اللهم صلى الله عليه وسلم محمد يعني على الضمائر وعلى الفوائل إنه مين بيجي مع was ومين بيجي مع where طبعا وغالبا عارفين من أنتم صغار إنه was بتيجي مع المفرد و where بتيجي مع الجمع شوف التوزيع أحايا بالجدول I شو بتأخذ was أوكي هي شو بتأخذ was she was it was الاسم المفرد was طيب بالنسبة للthey بتأخذ where we where you where الاسم الجمع plural شو بتأخذ where تمام فإذن إيش هذا توزيع الwas والwhere على الضمائر الآن بالنسبة للماضي المستمر الpass continuous إن شاء الله بنكمله بالفيديو القادم بإذن الله يعطيكم العافية شكرا